في موضوع في خلاف طب صوفيا انت رأيك ايه في التقرير اللي شفت التقرير بصي الناس اصلا عايشة في وهم وبعدين طب انا هتقالك سؤال معلش مين السبب في الوهم ده هم نفسهم هم الناس انا هقولك ليه بقى الناس حطى اعتقادات وثقافات خاصة في دماغهم ان انا طالما اتعكس حالي يبقى فيه كذا ممكن يكون اصلا احنا ليه ما نلجاش اول حاجة للطب النفسي ولما يعجز الطب النفسي دور على الطب الروحاني يعني ايه الطب الروحاني يعني ايه الطب الروحاني يعني ايه الطب الروحاني ان انا اشوف يعني مش انا حد يكون متمكن لا صوفيا انا عايزاك تكلميني لا انت لا انت إلي إذا اتبقيت لعمل إنشو إحن جايدينا نكلم فيك ن políticas إنسي بيتقولي طب برد أنظر أنا بقولك d القرآن القرآن هو الطب العالية هوagh طيبماً انتي متحسنة ما مش هيجرلك حاجة Fre RAM مش هيجرلك حاجة طيب ف Grid طيب واحدة اه عرفة علاقتك بالله عاملة去 والله لو إيه لو أ coughingك حاجة هتحصلك طيب انا كنت عايز نسألك انا هكد دوري الموزيع اتفع دوري الموزيع انا اقعد كده مش انا اصليحة طلعين علشان نقول للناس ما تقلقوش ما تخافوش دلنا جميل فاحنا الاتنين ان شاء الله على ارضيها مشتركة انت كلمة بتقولي ان القرآن هو التحصين وها ايه السبب في حالة الثقافة دي عند الناس اللي يخلي انسان اول ما يشوف عنده حاجة اقولك انا هروح للشفر فالناس ضعف النفس هما دول السبب ضعف النفس واحد يقولك الدجالين ومش عاوزين اللي هما فيه عمل ينفع يتعمل على ضهر ارموت بصي ايه بص طالما اتسخر طالما يتعمل على نخلة يتعمل على ميت وفعلا ممكن يستخدموا الاموات درس الميت بيفت فعلا انا اخد درس الميت وطحنوا اه بس هي عندها اعتقاد ان كده اتعكست طب ما فيه حاجات بقولك لو جبت شعرة وتربطت الشعرة دي اعكستي بني ادب طب انا عايز اقولك حاجات سيدنا رسول الله هصاله كده ايه اكتر من سيدنا النبي احنا احنا خبطنا على باب تشويه الثقافة بالغير ما حد يزعل بقى من ساعة ما افردنا مساحات اعلامية طبعا لقراءة الطالع حرام حرام ده اختلاج اختلاج ده ضرب بالغير اسمعين بس طبعا تطالع الفنجال والكف بس الاعلام ازاي ازاي الاعلام عمل كده والاعلام كان بيطلع حد يرى فنجال ما تسألوا نفسكم بقى احنا؟ لا انا شخصيا يعني مفيش برامج اسمعين مفيش برامج مفيش برامج للحاجات دي سؤال مهني في قنوات غير امينة واعلاميين او مش بسميهم اعلاميين لان اخسارة فيهم غير امناء ومش قد الممبر اللي هم قاعدين عليه طبعا بيعملوا اي حاجة عشان يعملوا نفسك مشاهدة اسمعيني بقى تعالي بقى عند انسان عنده مشكلة من المشاكل دي وتفرج على حاجة زي كده وهو الوازع الديني عنده ضعيف يبقى ايزا احنا شاركنا سواء بقى انتو غيركم او او ضعف اللفوس لكن اقتحام حياة الناس يعني عايز اقولك تعالي على بنت لسه حديثة عهد كده بالدنيا ولسه بتتفتح في رأيان شبابها وحبت ولد واهلها معترضين عليه وقالوا لا وسامعت الاعلان اللي بيقولك العالي من اول الذي حاز على جائزة مش عارف ايه في رد الحديث حضرتك بتكلم على قنوات يعني هبطة جدا هبطة جدا للأسف الشديد للأسف قولوه 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 ما يتفرجوش عن قنوات دي والثقافة دي موجودة عندنا تفضل لان انا بين الناس ومعود مع الناس عارفة لما بيجي حد يعني ما يجيلي واحد كده يقول لي ايه والله قابلني فعلا يقول لي انا ابني داخل هندسة وانا ظروغي ضعيفة وصعبة ومش عارف ايه ممكن ربنا يكرمني وكمل انت عارفة مجرد ما تتحك في وشه وتقول له الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ومدام خلقك هيرزقك ويرزق ابنك الانسان بيبقى الراجل ده والله يميشي من قدامي وعنده حالة راحة جدا جدا تخيالي بقى ان هو جيه في ايد واحد تاني في حالة العوز اللي هو فيها دي وحالة الضعف اللي هو فيها دي وخدي بالك اغلبهم يدخلون للناس من مدخل الدين يقول له والله ببركة سيدي رسول الله ومعاه سبحة 3000 متر وانا بكلم الجن والجن بيكلمني معالش فلما يجي يكلمه ويقول له والله انا عندي ليك بقى حتة مش عارف قد كده تعلقها ابنك شوف هقولك فمرة بيحكوا لنا قصة كده راجل صالح عابد بيحب يعمد ربنا سبحانه وتعالى فتلبس له الشيطان الشيطان تلعلو وقال له يا عابد والله انت ربنا بيحبك اقول لك على سر صلاتك تتقبل اقول انا بحب ربنا جدا انا عايز ربنا سبحانه وتعالى قال له وانت بتصلي علق في رقابتك فار علق في رقابتك ايه؟ فار فار لانه عابد مش عالم لانه ويع في ايد واحد يلبث على الناس فالرجل العابد بسرعة جفار وعلقه والعابد يعني ما يعرفش ان دي نجاسة وان طول ما هو بيصلي ما هوش طاهر لانه حامل للنجاسة نحن نعمي على الناس دينهم ان هذا الدين دين الله وسلعة الله غالية كما قال سيدي رسول الله ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة فمن بعد عن الله بعد عن سلعته بعد عن الجنة إذا كان عندك مشكلة في حياتك مشكلة مع زوجتك مشكلة مع بنتك أعد اتكلم ادعي رب العزة اقرأ قرآن حصل نفسك بالمعاوزتين اطلب منه هو لا تطلب من أحد الرخية الشرعية معروفة لكل الناس وأفضل الرقية ما يرقيها الراقي لنفسه مش حدي إرهادو إياكم أن تتركوا باب الله بالمعصية إياكم أن تذهبوا إلى الله من خلال الشيطان الشيطان يقود الناس إلى النار